أقولها لكم بقى النهاردة كمان وإحنا نتكلم عن حول الإنسان منذ قليل هل نتكلم عن السلام منذ قليل بدأت مراسم حفل توزيع جوائز نوبل عام 2022 في العاصمة السويدية ستوكولم مرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا اللي تسببت في تقليص هذه المراسم خلال السنتين اللي فاتوا السنة اللي فاتت كان فيه حفل ولكن بدون حضور للفائزين ولكن السنة دي حضر العديد من الفائزين في السنتين اللي فاتوا وكمان الفائزين لهذا العام جائزة نوبل للسلام 2022 منحت للمدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالينسكي من بيلاروس ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان وأيضا منظمة حقوق الإنسان الأوكرانية ومركز الحريات المدنية من قبل لجنة نوبل النرويجية في أسلو